اشهدت معالية السيدة فوزية بنت عبدالله زين الرئيسة مجلس النواب بأعمال القمة الأمنية الإقليمية السابعة عشرة حوار الملامة 2021 مؤكدة معالية أن حوار الملامة يمثل عنوانا بارزا لجهود مملكة البحرين ومساعيها الفاعلة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة لدعم وتعزيز الاستقرار والأمن الدولي في العالم وأشارت معالي رئيسة مجلس النواب لأن تنظيم مملكة البحرين واستضافتها لأعمال القمة الأمنية الإقليمية حوار الملامة 2021 وللمرة السابعة عشرة على التوالي ليؤكد ثقة العالم والمجتمع الدولي في سياسة مملكة البحرين وفي حكمة جلالة الملك المفدة وفيما حققته ولا تزال تحقيقه مملكة البحرين من إجازات حضارية رفعة المستوى في ظل المسيرة التنموية الشاملة والجهود المبدولة من قبل صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما شكله ذلك من تعزيز لمكانة ودور المملكة في تعزيز وضمان الأمن والسلم الإقليمي والدولي وأضافت معاليها أن السلطة التشريعية حريصة على دعم وتعزيز سمول تحقيق التنمية والأمن والاستقرار بالمنطقة ودول العالم أجمع معربة معاليها عن بالغ الشكر والتقدير لمنظمي حوار المنامة ووزارة الخارجية والمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر